هل هناك مكان بالقرب من الكعبة يستحب الدعاء فيه أو يكون الدعاء فيه أحرى بالإجابة الملتزم ما بين الحجر الأسود و باب الكعبة هذا يقال إنه موطن إجابة الدعاء و روي هذا عن ابن عباس و روي عن بعض السلف و روي أيضا عن بعض مشايخنا الشيخ محمد عبد الوحاب قارن دعا الله تعالى فيه بدعوة فتبين إجابتها الشيخ محمد ابراهيم كذلك الشيخ عبد الرحمة بن حسن كذلك عدد كثير من علماء و ما كان تحديدا ما بين الحجر الأسود و باب الكعبة يسمى الملتزم و هذا في الأحوال المعتادة يلصق صدره و يديه و وجهه و يدعو الله عز وجل لكن الآن مع وضع كورونا يعني هذا ما حول الكعبة الآن ممنوع الاقتراب منه بسبب ظروف جائحة كورونا فيقترب من هذا المكان يقترب منه و يكفي هذا و يدعو الله عز وجل يدعو الله تعالى من يحضره من خير الدنيا و الآخرة فهذا من مواطن إجابة الدعاء ترجمة نانسي قنقر